هذه قاعدة الوطية الله أكبر الله الحمد الوطية مسمار جديد يدق اليوم في نعش مشروع حفتر للوصول إلى الحكم بعد عن عاثه وداعمه في البلاد دمارا وقتلا وتهجيرا خبر استعادة قوات الوفاق لقاعدة الوطية وتحريرها قابلته ردود فعل عديدة على الصعيد المحلي فقد أصدر رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج بيانا قال فيه إن هذا النصر لا يعني انتهاء المعركة على الرغم من أنه يجعلها وشيكة وأن ذلك سيكون بتحرير كافة المدن والمناطق والقضاء على مشروع الاستبداد الذي يهدد الديمقراطية في ليبيا على حد قوله المجلس الأعلى للدولة والآخر أصدر بيانا بيان فيه أن هذا الانتصار يدل على حجم الإصرار والعزيمة التي يمتلكها الجيش الليبي وأنه لا حوار سياسي إلا بعد القضاء على مشروع الانقلاب ورموزه المتمثلة في مجرم الحرب حفتر بحسب وصف البيان وزارة الدفاع الليبية من جهتها وجهت نداءها لجميع المدن للانضمام للقوات الليبية التي أكدت أن مهمتها ليست الانتقام بل التحرير وتوحيد الكلمة والوقوف أمام المعرقلين لبناء الدولة بدورها عبرت رئاسة الأركان عن فخرها بما قام به الجيش الليبي متعاهدة بأن الجيش لن يسمح بعودة حكم الفرد والعائلة والديكتاتورية وأن سيادة القانون ودولة المؤسسات والحرية لا تنازل عنها فهل سيكون انتصار الوطية النهاية القريبة والوشيكة لحلم الدكتاتورية وحكم الفرد الذي كان يحلم به حفتر وداعمه في ليبيا؟ موسيقى